اهلا بكم في كورس الطرف السفلي واللي شرحنا منه الحد دلوقتي كل من البلفز والهيب جوينت والفيمر والني جوينت والتبيع والفابيرا لو لسه ما سمعتمش الحد دلوقتي هتلاقيهم في قيمة تشغيل باسم الطرف السفلي هسيب لك اللينك في اول تعليق وبالفيديو داي بكده خلصنا شرح كل عظام الطرف السفلي التشريح او التكوين العظمي للانكل والفوت اللي هما الكاحل والقضم بيشمل كل من التارسلز ميتا تارسلز والفلانجيس يلا بقينا نعرفهم بالمختصر المفيد بس المهم ما تنساش تعمل لايك للفيديو وترشح كنال اصحابك كنوع من انواع التشجيع على النوع ده من المحتوى التارسلز اللي هما عبارة عن سبع عظام بالترتيب كده معايا العظمة الاولى هي تيلس والتانية كالكينيس والتالتة نافيكولر والربعة كابويد وثلاثة عظام مع بعض اسمهم سري كونيفورم بونز والميتا تارسلز عددهم خمسة والفلانجيس اللي هما السلوميات عددهم 14 ودول بيكونوا الاصابع اول عظمة من التارسلز هي تيلس او ما تسمى ايضا استراجلس ودي تاني اكبر عظمة في عظام التارسلز التيلس مع الكالكينيس اللي اتنين مع بعض مسؤولين عن استقبال وزن الجسم كله وتوزيعه على القدم التيلس بتتكون من ثلاثة اجزاء وهم البادي والنيك والهيد البادي بيحتوي على سطح مفصلي من اعلى اسمه تروكليا بتكون متغطية بالكامل بالغضروف لانها بتتمفصل مع التبيا والفيبيولا اللي هما عظمتاي الكسبة والشازية وانك اوفزا تيلس بيبقى جزء ممتد من البادي لحد الهيد والهيد بتتمفصل مع النافيكولاربون يجي بعد كده لأكبر عظام التارسلز وهي الكالكينيس ودي عظمة بتكون موجودة اسفل التيلس وعلى الجانب الداخلي من الكالكينيس بيكون فيه بروز اسمه ساستيناكيلم تيلاي وده بروز بيدعم عظمة التيلس على السطح الخالفي للكالكينيس بيكون فيه بروز اسمه كالكينيال تبرستي بيأنسرت فيه مجموعة أربطة وأوطار أكبرهم طبعا هو الأكيلستندون واللي هو وطر أخيل المشهور مكان التمفصل بين الكالكينيس والتيلس اسمه سابتيلر جوينت السابتيلر جوينت بيحتوي على ثلاث أسطح مصصولية وهما الانتيريور فاست والميدل فاست والبستيريور فاست بيفصل بين البستيريور فاست والميدل فاست قناة اسمها ترسل كنال ودي قناة بتحتوي على أوعية دموية ودهون وروباط اسمه انترسوس تيلك الكالكينيال ليجامت بتوسع قناة الترسل كنال لاترالي فبيتكون جيب اسمه ساينستر ساي واللي بيحتوي على روباط اسمه سيرفايكل ليجامنت على الجانب الخارجي والأمام للكالكينيس بيكون في عضمة الكابويت بون واللي بتتمفصل من الأمام مع الميتا ترسلز للصابع الرابع والخامس نيجي للعضمة الرابعة وهي النفيكولر بون واللي بتتمفصل من الخلف مع التيلس ومن الأمام مع الكونيفورم بونز على الجانب الداخلي للقدم آخر حاجة كده في الترسلز هم السري كونيفورم بونز وهما ميديا كونيفورم وإنترميديا كونيفورم ولاترال كونيفورم وبيتتمفصلوا الثلاثة من الأمام مع أول ثلاثة ميتا ترسل بونز الميتا ترسل بونز هم عبارة عن عزام طويلة وضعيفة عددهم خمس عزام في كل قدم كل عضمة منهم بتتكوى من ديستال هيد وبروكسيمال بيز وبادي أو شافت كل الهيدز بتتمفصل مع البروكسيمال فالانجيز لكل التويز وكل البيزز بتتمفصل مع الترسلز الفيرست ميتا ترسل بيكون مرتبط بي عضلتين صغيرين اسمهم سيسامويد بونز على السطح الداخلي والخارجي للميتا ترسل هيد بعد كده الفالانجيز وعداتهم 14 في كل قدم تلاتة في كل توي بروكسيمال وميدل وديستال معادة الجديد توي بيحتوي على اتنين فقط وهم البروكسيمال والديستال وهم البروكسيمال والديستال